انطلقت اليوم الاثنين في جونيفا مال الدورة الواحد وسبعين للجمعية العامة للصحة العالمية بمشاركة وفد سعودي رفع المستوى يترأسه معالي وزير الصحة الدكتور توفيغ الربيع قضية القدس كانت حاضرة في جلسة الافتتاحية حيث أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية على تقديم الدعم والمساعدة التقنية والفنية للفلسطينيين في القدس الشرقية وبقية الأراضي العربية المحتلة نحن لا نسطل على مكان الناس في المستوى يجب أن يخيتي من السرقين والفلسطين بسبب المستوى من خيال الأعزاء من خلالهم من خلالهم من خلالهم هذا هو مهونا نحن نحن ناحية الواحدة تشببه استفاقها على إعطاء تزلقين للفعل في الدولات ومجعل أفضل مزلحة في الدفاعات المحتوى التي نحتاجها وتناقش الدورة الواحد وسبعين للجمعية العامة للصحة العالمية عددا من القضايا همها برنامج العمل الثالث عشر لمساعدة البلدان النامية على تحقيق الأهداف الصحية والتنمية المستدامة والتنوع البيولوجي والتغيير المناخي ومعالية النقص العالمي في الأدوية واللقاحات وصحة المرأة والطفل هذا المؤتمر ينعقد في ظروفه العادية في التوقيت العادي للمنظمة العالمية لصحة لكن حاسنا أنه في تحديات كبرى في هذه الدورة في تحديات خاصة في معالجة الأمراض السارية بالدول ذات المردودية المحدودة للدول النامية وعلى هامش أعمال الجمعية العامة للصحة العالمية عقد وزراء صحة العرب اجتماعا تنسيغيا للتشاور في القضايا المطروحة على جدول أعمال الدورة وتم انتخاب العماني الدكتور حمد بن سالم مديرا إقليميا لإقليم شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية بعد حصوله على أغلبية أصوات الدول الأعضاء في المنظمة المؤتمر الدولي لمنظمة الصحة العالمية الذي يشهده أكثر من تزعين وزيرا للصحة يتزامن مع مرور سبعين عاما على إنشاء منظمة الصحة العالمية طه يوسف حسن قناة الإخبارية الأمم المتحدة جونيف